لو حصلك حالة طوارق او ظرف طارق لا قدر الله وحبيت تبعت نداء استغاثة لشخص معين انت بتحدده او اشخاص معينين بحس لو شخص ما شفش الباقي يشوف غير ما حد ياخد باله ان انت بتبعت نداء استغاثة موبايلك بيبعت اللوكيشن بتاعك بيفتح الكاميرا بيفتح الصوت اللي انت بتبعت له الحاجة دي بيسمع كل حاجة وبيشوف كل حاجة كأنه موجود معاك بالزبط خلي بالك الكلام ده بدون استخدام اي برامج الميزات دي موجودة في الموبايل اللي في ايدك عندك حاجات شخصية على تليفونك صور وملفات وفيديوهات وماينفعش اي حد يشوفهم هقولك ازاي تقدر تخفيهم وما يظهروش لاي حد نهائي ولكنهم موجودين على تليفونك برضو بدون استخدام اي برامج مميزات اللي انا هقولها دي موجودة في موبايلات السامسونج واللي مش معاو موبايل سامسونج ما تزعلش هقول لك تاني على مستين تانيين لكل الموبايلات الاندرويد معقولة يعني هتجي لي الفيديو وتفرج عليه وما تطلعش بمعلومة حتى ما يصحش تعرف بقى تفاصيل اكتر تابع معي لغاية الاسم السلام عليكم ازايكم عاملين ايه اهلا بكم في مستشفى المحمول معاكم حمدي على فكرة يا جماعة انا زعلان هتفضلوا مزعلاني كتير كده مفيش اشتراكات مفيش لايقات مفيش تعليقات ياريت يا جماعة تتفعلوا مع الفيديوهات اكتر عشان انا اتشجع ان انا انشر مميزات وانشر حاجات كويسة بازن الله هتفيدكم الفترة اللي جاية فلو اول مرة تشوفني بقى ياريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس ومش هتطول عليه الفيديو ده معمول مخصوص لجيش السامسونج ولكن الموضوع ده ما يخلنيش انسى الموبايلات التانية فانت لو موبايلك موبايل مش سامسونج اي نوع تاني غير السامسونج فانت هتستفاد اوي ولكن لو موبايلك سامسونج فانت هتستفاد اوي 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 يلا بينا نبدأ الفيديو من غير مقدمات كتير يلا بينا نبدأ بقى باول ميزة معنا اللي هي ميزة رسائل الطوارق رسائل الطوارق دي حرفيا ممكن تنقذك من اي مشكلة لو حصلتلك لقدر الله كل اللي فيها ان الموبايل وهو في جيبك بتضغط على زرار الباور تلات مرات واربعة عشان بقى نشوف بنفعل ميزة ديت ازاي تابعه معي اول حاجة بتجيب الضبط بتاع الموبايل بتاعك وبتجيب حاجة اسمها الميزات المتقدمة وبعدين رسائل رسائل الطوارق لما تضغط عليها كده انت بتفعلها تبدأ تفتح بقى هنا بيقول لك دع الاشخاص يعرفون انك بحاجة الى مساعدة في حالة الطوارق من خلال الضغط على مفتاح التشغيل وبيديك اختيار يا اما تلات مرات يا اما اربع مرات يستحسن ان احنا نخليها على تلات مرات احنا بنحاول نختصر الخطوات وبيقول لك كمان فيه اختيارين يريد تفعلهم ارفاق صور ان هو يفتح الكاميرا وارفاق تسجيل صوت اللي هو يفتح المايك ويخليه سجل ويوصل الصوت للي انت بتبعته طبعا احنا كده خلصنا الاعدادات الاولية نحط بقى اخر حاجة اللي هي الحاجة المهمة بقى مين اللي احنا هنحدد له او هنبعت له الرسالة طيب انت ضغط على ارسال الى بالشكل ده هيبدأ يجيب لك طبعا انا محددة قبل كده وكاتب مسلا الرقم ده على سبيل المسال طيب لو انت بقى حابب تضيف اي رقم تاني عادي مفيش مشكلة كل اللي عليك اللي انت بس بتضغط على الزق ده بيبدأ يفتح لك الاسم وتختار عادي جدا الارقام اللي انت عايزها تقدر تحدد لغاية مية رقم يوصل لهم الرسالة في وقت واحد مفيش مشكلة بحيث ان لو حد ما اخدش بالهم الرسالة غير وياخد بالهم الرسالة ويبقى فيه سرعة للاستجابة نخش بقى على الميزة التانية اللي هي ميزة اخفاء الصور والفيديوهات او اي بيانات عندك عايز تخفيها كل اللي عليك اللي بتخش عندك على القايمة وتبدأ تختار ملفاتي ولما تفتح ملفاتي هتجيب بقى الحاجة اللي انت عايزها مكانها فين وليكن في وحدة التخزين الداخلية هنختار مسلا على سبيل المسال ملفات اكون انا عايز اخفيها ومحدش مسلا يعني الملف اللي هو باسم دي سي اي ام اللي هو غالبا بيبقى عليه الصور والفيديوهات اللي انا مسورها انا ضغط كده على الملف بضغط ضغطة مطولة وبعد كده بيجي للاعدادات بعمل حاجة اسمها اعادة تسمية طيب وانا بعمل اعادة تسمية هاجي قبل اول حرف واضغط على دوت مش نقطة كده انا ضغط نقطة لا يمكن هتختفي كده ما اختفتش لان انا حطيت نقطة اللي هو الصفر حطيت صفر مكان الدوت طيب انا عشان اخفيها اعمل ايه هروح ضغط ضغطة مطولة كده واروح ضغط على التلات نقطة اللي تحت وبعد كده اعمل اعادة تسمية همسح النقطة الصفر اللي انا عامله ده واحط دوت اللي تحت اللي تحت المسطرة على طول بالشكل ده كده واروح اعمل اعادة تسمية اول ما هعمل اعادة تسمية لاحظته اختفى الملف ما بقاش موجود طيب انا بقى لو عايز اظهر الملف مرة تانية بعمل ايه بضغط على التلات نقطة اللي فوق وبجيب حاجة اسمها الضبط وبعد كده بعمل اظهار ملفات النظام المخفية اهو كده الملف بدأ يظهر عندي ابدأ افتحه هلاقي كل حاجة موجودة زي ما هي بالشكل ده كده وطبعا دي ميزة حلوة جدا مش محتاج خالص ان انت تنزل اي برامج علشان تفعلها خد كمان بقى مني ميزة سريعة كده الميزة دي ان انت لو حابب ان انت تتحكم في ضوء الكشاف تعلي الكشاف او توطيه ودي مش متاحة جير في السامسونج بس كل اللي عليك ان انت بتسحب السطارة بتاعت الاشعارات وتضغط على علامة الكشاف ضغطة طويلة هيبدأ يظهر لك السطوع السطوع ده بقى اللي انت بتعلي بالكشاف هتفتح الكشاف الاول عشان تشوف وتعير عندك الكشاف بيعلى ولا بيعطى كده تقدر تهدي الكشاف لو يمت الشمال تقدر تعلي الكشاف ده لو حابب ان انت محتاج ضوء خافت او عايز تقلل الاضاءة او النور قطع عندك فترة طويلة ومحتاج ان انت توفر في استهلاك الطاقة الميزة الجاية دي بقى ميزة لكل التليفونات بقى مش للسامسونج بس دي ميزة عشرة على عشرة لأي تليفون ودي هدية من اللي يكون الميزة ان انت تقدر تتحكم في الوقت بتاع الرسائل اللي انت بتبعتها او بتجيلك يعني لو حد بعتلك رسالة واتساب وحابب تغير في الوقت بتاعها وقت ما هي جاتلك او وقت ما انت بعت الرسالة تقدر تغيرها بكل سهولة ازاي بقى نعمل الموضوع ده تعال اقولك ازاي يعني احنا مسلا لو جينا كتبنا كلمة بالشكل ده كده عايزك بقى تبص على الوقت اللي احنا كتبنا فيه الكلمة الوقت بتديك بالزبط اتناشر واحداشر دي اتب انا عايز اغير الوقت ده اغيره ازاي بتروح بقى على الضبط وبعد كده بتجيب التاريخ والوقت وبتوقف التحديث التلقائي للتاريخ الوقت ما تخلهمش يتحدثوا تلقائي وبعد كده تجيب الوقت وتزبط الوقت على الوقت اللي انت عايز الرسالة تظهر فيه وبعد كده بتعمل اوكي طيب نروح بقى كده ونتأكد شوف كده ايه اللي ظهر لك اه الوقت فعلا اتغير بقى سبعة وحداشر دقيقة شوف انت بقى ممكن تستفد بميزة زي دية في ايه ميزة بقى مش للسامسونج بس لاي حاجة تمشي على جميع تلفونات الاندرويد باستخدام البرنامج ده اللي هو اسمه عدسة جوجل او جوجل لينز هناعمل ترجمة فورية في لحظتها بالكاميرا يعني اجيب الكاميرا على اي حاجة في لحظتها بوسطة الزكاء الاصطناعي لما نضغط على ترجمة كده هيبدأ يظهر لي الترجمة في لحظتها قدامي على الشاشة بتاعت الموبايل اي حاجة يعني انت لو انت مثلا طالب او واحد في شغلك بتحتاج لترجمة فورية كل اللي عليك ان انت تفتح بس الكاميرا بتاعت الموبايل هيبدأ يترجملك اي حاجة قدامك في لمح البصر ومش هتاخد وقت يعني احنا لو جربنا طبعا نضغط على ترجمة برضو بمجرد ما نضغط كده اخذ بالك هيبدأ بس طبعا لازم تزبطها كده بالشكل ده يترجمها لك في لحظة فحقيقة يا جماعة يعني ما ينفعش كمية المميزات دي تبقى موجودة عندنا وهتسهل علينا حاجات كتير واحنا ما نعرفش عنها حاجة وما بنستفدش منها لغاية دلوقتي فقاريت لو استفدتم الفيديو بقى ما تنسوش تعملوا اشتراك امان عليكم تعملوا اشتراك وتعملوا لايك وتكتبوا رأيكم في تعليق وعملوا مشاركة عشان اكبر عدد يستفيد وده كان نهاية الفيديو اتمنى انتوا تكونوا استفدتم الفيديو لو استفدت فعلا ولو بواحد في المية خش اعمل اشتراك وفعل زر الجرس واكتب رأيك في تعليق واكتب لي في تعليق نوع موبايلك ايه ولو عندك اي مشكلة اكتبها وانا ان شاء الله هرد عليك في قرب وقت ممكن شكرا لكم سلام عليكم